بسم الله الرحمن الرحيم دورة الحياة الطيبة القرآنية في هذه الدورة التدبرية سوف نكون مع روح القرآن تبث في جاليتنا للتمسك في القرآن انتبهوا أيها الأحبة يوجد في القرآن الكريم سبع وسبعون ألفا واربعمائة وتسعة وثلاثون كلمة على كبير جدا ولكن هناك قسمان قسم ذكر مرة واحدة في كتاب الله وهي ألف ستمائة وعشرين كلمة ذكرت فقط مرة واحدة كل كلمة منها مثل الأكرام الرجعة لنسف عن زبانية وفيه وجه إعجازي سنتحدث عنه إن شاء الله ويوجد القسم الثاني في القرآن هو الكلمات المشتقة من جذور في عنا ألف سبعمائة وسبعة وستون جذرا في كتاب الله تعالى بمجرد أن تفهم الجذر فهمت كل الاشتقاقات التي تأخذ من هذا الجذر اللغوي لاحظوا معي شو يعني جذر وشو يعني مشتقاق الجذر اللغوي جبا مشتقاته اشتباكم اشتبيتها الجواب يشتبي يشتبيك مشتبة إذا فهمت جبا فهمت كل هذه الكلمات هذه الكلمات وردت عشرات المرات في القرآن الكريم أيضا لاحظوا كلمة شهدة شوفوا العدد الهائل من المعاني التي سوف تفهمها وتتعرف عليها بمجرد فهم شهدة شهدة ليست كلمة سهلة فلو هناك عدة معاني لها سوف تصبح متمرنا على تمييز أي معنى مقصود في هذه المشتقات إذن هذا هو الجذر مكتوب الأحمر مكتوب الأبيض هي المشتقات عن هذا الجذر يقول الشاعر ابن زيدون واصفا شوقه لحبيبته بنتم وبنا فما ابتلت جوانحنا شوقا إليكم وما جفت ما آقينا شو يعني بنتم أصلها بينا جذرها بينا بينا يعني افترق بنتم يعني افترقنا وافترقتهم عنا فاشتاق لحبيبته لأنهما افترقا ولكن في فهم كلمة بينا ومعانيها المختلفة يمكننا فهم كل هذه الكلمات الموجودة هنا شوفوا في بعضهم ذكر 35 و70 مرة و40 وإلى آخره في كتاب العيان كلمة واحدة ممكن أن نفهم معناها سوف نفهم بالتالي مئات الكلمات الأخرى وسيصبح القرآن الكريم أسهل بالنسبة لنا ما هي فوائد الدورة أيها الحبة دورتنا ستكون تفاعلية مميزة على الباوربوينت ليست جافة ليست مادة نظرية فقط لا هي مادة متفاعلة مع الشعر العربي مع كتاب الله مع الكلمات أيضا ستزداد ذخيرتك اللغوية والمعرفية يعني البنك البنك تبعك بنك الفوكابيولاريز سوف يزداد مما يعني تفاعل أكبر مع لغتك وثقافتك ودينك ستشعر باستمتاع كبير أثناء قراءة القرآن الكريم وتزداد علاقتك معه أنك فهمت الآن خريطة الجذور الموجودة فيه جمال الشعر العربي سيكون في متناول يديك لأننا سوف نعتمد كثيرا على التزاوج ما بين القرآن وبين الشعر العربي يدن بيد نحو جالية متمسكة بالثقلين وهذا مخطط الدورة ثلاثة أشهر من تعلم الجذور وتطبيقاتها قابلة للتمديد ساعة ونصف في الأسبوع فقط ثم يليها ثلاثة أشهر من التدبر القرآن في الجذور والمشتقات التي تعلمناها ثم آليات التدبر بشكل عام نلتقي بكم إن شاء الله سجلوا في هذا الرابط المرفق في هذا الفيديو وإن شاء الله نكون وإياكم من المتمسكين بكتاب الله هذا تعريف بمدرس المادة والسلام عليكم